اشتركوا في القناة اصطحابهم في جولة بحرية في قناة السويس الجديدة وبالطبع القديمة ثم اتوا الى هنا الى مشروع الانفاق نتحدث هنا حوالي 6 انفاق ثلاثة منهم بيئة اسماعيلية وثلاثة بيئة برسعيد على عدة مراحل خلينا ناخد لقاءات مع بعض النواب وبعض اعضاء لجنة النقل والمواصلات ولو هنبدأ بسيادة النائب وحيد حرحور وهو وكيل لجنة النقل والمواصلات براحة بيك سيادة النائب وكيف رأيت هذه الزيارة الى هذه اللحظة يعني مشروع الانفاق ومشروع هيئة قناة السويس ان نعلم انكم تحدثتم مع الفريق مهاب ماميش حول بعض اللحصيات والمؤشرات لحركة الملاحة بقناة السويس بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تحياتي قناة الحياة ومشاهدنا الزيارة جات في اطار زيارة ميدانية لهيئة قناة السويس والشركات التابعة عليها البداية النقلات النهاردة نزلنا في جولة بحرية اللي اول كان فيه بريزنتيشن عن مبنى المحاكاة فيه تطور حرق التجارة في مرفق قناة السويس والتدعيات اللي حصلت بالنسبة لظروف الاقتصاد العالمية ونقص التجارة العالمية ومن خلال العرض والارقام اللي اثبت بها الفريق مهمة مبيش والمجموعة العاملة معاه ان هم قدروا يحفظوا على معدلات الدخل لعائد قناة السويس كان متوقع في ظل الانخفاض العالمي وظل انخفاض اسعار البترول وتشجيع اغلب الخطوط الملاحية في انها تشوف خطوط بديلة وبالفعل شافوا خطوط بديلة لكن هو قدر بفضل اتفاقيات وبفضل نشاط محسوس وبعض المميزات اللي عملها للخطوط الملاحية وبعض التقفضات ان هو يحافظ على المعدلات اللي كنا شغالين بقى قبل كده ويحافظ على الرقم بتاعنا حوالي 5 مليار ونص دولار بما قيمته سنة اللي فات كان 41 مليار السنة دي من المحتمل بعد تحريص سعر السر هنصل لـ 80 مليار جنيه مصري شوفنا العمل في الصرح العظيم خط الملاحة الجديد قناة السويس الجديدة والعظمة اللي موجودة والمميزات الرايبة اللي هي أضفتها على حركة الأمن والأمان اللي هي تشجعت كل الخطوط ان هي تيجي وتستخدم قناة السويس استكملنا بان احنا جينا مشروع الأنفاء ده صرحة عظيم مشروع عظيم جدا 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 لازم كل شعب المصري يعلم جيدا عملية الرابط ما بين الشرق والغرب النهاردة ما عدناش نبقى محتاجين لكباري حجم عمل جبار العظيم فيه ان هو معمول بأياد مصرية بمعدات مصرية بخبرة مصرية بماتيريال مواد خام مصرية تحية مننا في اليوم الأول لهيق قناة السويس اللي عاملين فيها بكرة هنستكمل زيارة لبورسعيد وبعد بكرة في السويس عشان نشوف باقي الشركات خاصة شركات الترسانات خاصة ترسانة السويس ونشوف ايه المشاكل ونشوف ايه اوجه الحل فيها بشكر حاجة سيدة نابو لو ننتقل الى سيدة نابو محمد كلوب وهاخد من كلام وحيد به ان هذه الزيارة مستكملة بمحافظات بورسعيد والسويس ثم سيرفع تقرير يعني لو نسأل عن هذه الزيارة بتأتي في اطار ايه بالضبط والتقرير اللي هيرفع لرئيس المجلس النواب والله يعني احنا يعني عايزين برضو نبلغ اهم حاجة نبلغ الشعب برضو انه بنقوله قر عينا واهدأ بالا انه كل المشاريع اللي جنبيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاريع املاقة وبردو بنباهم الجلوم فصبر جميل والله المستعان اه لان طبعا السيد الرئيس بدأ بمشاريع املاقة واحنا شفنا النهاردة مشاريع فعلا يعني اه عظيمة جدا وانا عايز اقول اه اللي اللي بتكلم يجي يتفرج ويشوف علشان يهدأ بالا ويقر عينا واحنا شفنا طبعا النهاردة لما نزلنا اللي هو مبنى المحكاة شفنا طبعا الافلام اللي هي يعني بالزبط التخطيط التوسع بالنسبة لخناة السويس وعندما مشينا في خناة السويس يجينا خناة السويس طبعا اوسع من خناة السويس اللي هي الجديمة اكتر بتحوالي اكتر من 100 متر ودي طبعا حاجة مشرفة جدا وطبعا ما بتمنع كان الاول بيركن في بحيرة التمساح الوقت ما عادش بيركن اليمين والشمال ده بيخش من الجنوب ده بيخش من الشمال واصبح النهاردة ما شاء الله الحركة مستمرة على طول ما عادش بيركن ل11 ساعة اللي كان بيركنها في الغاطس اصبح النهاردة المرور سريع جدا واصبح برضو ايضا النهاردة لما شفنا الوضع يعني حاجة مشرفة وزاد الدخل ايضا بتاع قناة السويس لان طبعا اللغة والفتن اللي هي الناس اللي هي الخفية اللي بتتكلم ودايما تشير بان هناك اخفاق ولكن هناك تطور وهناك تنمية وهناك زيادة ايضا في الدخل زيادة عن العوام السابقة واحنا شفنا الكلام ده مضبوط طبعا النهاردة شفنا طبعا النفج شيء عظيم جدا وشيء طبعا عظيم لانه طبعا ده خمسة كيلو المسافة حوالي خمسة كيلو ونص بدأوا النهاردة وصلوا في حدود اتنين كيلو شيء عظيم جدا وشيء مشرف وبنادوا الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكمل اليوم بالخير وان شاء الله بكرة برضو حنشوف برضو برسعيد ونشوف السويس وكان هناك اي مشاكل في المين او او الاخره فبرضو حنرفع هذا برضو الى المجلس وكلنا لازم نعمل جلسات ومؤتمرات للشعب علشان ثقافة نسقف الناس لان طبعا احنا اليد الخفية وموجودة والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق مصر ووفق رئيس مصر ويوفق شعب مجلس النواب ان شاء الله بمشاعة اللي عز وجل ما زلنا مشاهدين مستمرين في لقاءاتنا مع اعضاء لجنة النقل والمواصلات حول زيارة الميدانية الى محافظة الاسماعيلية لتفقد المشروعات سيادة نائب حسين فايز اشرف رحايم عفوا سيادة نائب اشرف رحايم براحب بحرك ويعني لسه خارج حضرتك من النفق الشمالي تحديدا يعني كيف رأيت هذا المشروع وهو يستخدم فيه اكبر مكينة للحفر في العالم قد ايه هذه المشروعات مشروعات الانفاق هتضيف لمنظومة النقل وخريطة الاستثمار ان شاء الله مستقبل اولا بقول الحمد لله ان انا الاوان ان احنا نفتخر بمصر وجنود مصر وابطال مصر ومهندسين مصر اول حاجة بقول الحمد لله انها بايد مصرية بمعدات مصرية بفلوس مصرية ديف حد ذاتها حاجة تشرف رقم اتنين انا مش بقول انجازات المصريين انا بقول اللي انا شفته النهاردة ده اعجاز من الاعجازات اعجاز حقيقي مش عايز اقول اه يعني ايه في حلال الوقت القياس اللي تم فيه العمل ده وبالصرعة وبالصرعة دي وبالتقنية العالية دي انا بقول عايز افتخر واقول لكل مصري لو شفت ولو بتسمع غير كده تعالى وشوف وباعلن وبقول ياريت المدارس وياريت الجامعات تعمل رحلات تسقفية للشباب عشان يعوض عندي الناس ليه ليه الناس مش سايبة نفسها تفرح ليه الناس مش بتفرح بالانجازات دي ليه اللي احنا شايفينه ده ده يعد شايف ان المفروض يكون فيه توعية اكثر ومن جهات الاعلام بالطبع من من ضمنها انها تكون توعي برضو الجمهور اقول ان الاعلام مقصر جدا 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 وياريت ياريت الاعلام يتاجل الامر ده حتى يسكن الشعب المصري ويفرحهم ما تقتلوش الفرحة في قلوبهم برئيسهم وبشعبهم وبجنودهم وبمهندسينهم وبانجازاتهم كلها انجازات عظيمة وبرجو وارجو من مجلس النواب يزلل اي عقبة امام الصرح اللي بيتعامل ده شكرا لحضرنا سيدنا ابو محمد الحسين فايز عفوا سيدنا ابو حسين فايز عضو لجنة النقل والمواصلات يعني ايه اللي ممكن يرفع فيه تقرير الذي سيدور حول هذه الزيارة يعني حتى هذه اللحظة زورته الانفاق وزورته الممرات الملاحية قناة السويس القديمة والجديدة يعني رؤيتك حتى اللحظة ايه بالزل؟ طبعا رؤيتي انه هو يعني العمل بيصير في خضة قوية وخضة جمدة وبصراحة ماشي في اوقات اقل من اللي ممكن ينجز فيها يعني فده تحية انا بحي بصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه وضع لنا قاعدة ان الشعب المصري بيده ممكن يعمل كل شيء النهاردة احنا شفنا فعلا انه القناة تم انشاء حفرها وعملها وتكلفتها من الشعب المصري الانفاق نفس الوضع برضو المهندسين مصريين وكل العمل فيها النظام مصري فده النهاردة ادانا فكرة برضو انه المصري لابد انه عنده الاسرار وعنده العزيمة وعنده القوة وعنده المال احنا مش عايزين نبص البكرة بالكبر الفاضي النص الفاضي الفارغ من الكوب ولكن لا ده احنا النهاردة اللي احنا شفناه ده من خلال تقريرنا في مجلس النواب من خلال كلامنا مع حضرتك برضو بنعكس الصورة ان النهاردة الشعب قادر على ان يصنع المستحيل هو الشعب المصري بقيادة لكن القيادة هي اللي ساعدتنا على كده لذلك انا يعني بصراحة رسالة بوجهها للرئيس عبدالفتاح السيسي لقد انجزت في فترة قصيرة ما لم يتم انجازه على اعوام طوال فعلا اعطيت الحرية للشعب المصري والمهندسين المصريين والشعب المصري فرح معك النهاردة النهاردة احنا شفنا في العرض اللي كان بيعرضه علينا الفريق طبعا في التسجيلات واثناء الشراء الشهادات اللي حيتم بيها التمويل النهاردة الشعب كله يعني كل كل كلامه ان انا حشتري الشهادات ومش عايز فايدة انا عايز الشعب المصري انا عايز اعمل شيء لبلدي وفعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مع الشعب وانجزنا كتير وربنا ان شاء الله يعني ولو انتقل لسيات النائب برضو سريعا يعني كيف رأيت هذه الزيارة حتى الان وانحنا نتكلم في مشروع الانفاق ايدي عاملة مصرية 100 بالمية اكثر من 800 عامل فقط الاستشاري هو في الشركة الالمانية لكن العملة مصرية ب100 بالمية طبعا انا انا عايز اقول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم انا فخور فخور ببلدي فخور بمصر فخور برئيس عبد الفتاح السيسي فخور بالهيئة الانتسية للقوات المسلحة وعلى رأسها سيادة المشير فخور النهاردة بمهندسين مصر انا النهاردة شفت انجاز واعجاز سواء قناة السويس سواء النفق العظيم ان احنا وعفين قدامه وعايز اقول ان دي مصرية 100 بالمية اعمالها مصرية مهندسين مصريين يعني اول مرة يعني بحس ان انا النهاردة عايز اقول للحلم كله ان انا فخور ان انا مصري وعلى الانجاز اللي تم ده قناة السويس الحاجة العظيمة دي وطالبت ان انا كلمت النهاردة مع الست الفريق مهاب مميش ان لازم جامعات لازم طلاب الصينوية العامة ده الرحلات والرحلات المتفوقين مش رحلات كمان يعني تبقى رحلات مدارس عادية لا ده رحلات يبقى الطالب من دول عارف ان هو جاي جاي انجاز جاي يشوف انجاز واعجاز وكلمة اخيرة للإعلام ارجو 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 للمرة المليون ان الصرح اللي اتعمل في خناة السويس او سواء الانفاء دي لازم الاعلان يبرز هذا الدور لازم النهاردة ييجي يتعمل برامج تدار من هنا تزع من هنا على الهوى انا شفت النهاردة المشرف القوات المسلحة بتاع الهيئة الهندسية بيكلم عامل النهاردة بيبوص وبيحضون بقولنا انا ما شفتكش النهاردة يعني حاجة حاجة فيه ود فيه حب شفت حاجات انا ما شفتكش بكده صراحة وفخور بمصريتي وفخور برئيس بلدي وفخور بالمجلس يعني مشاهدين الكرام ده كان لقنا مع بعض من اعضاء لجنة النقل والمواصلات على هامش زيارة مشروع الانفاق التي ستربط بين غرب وشرق القناة الجديدة بالاضافة الى زيارة بالممر الملاحي الجديد او قناة السويس الجديدة على هامش زيارة لجنة النقل والمواصلات لمحافظة الاسماعيلية اشكركم على كرم المتابعة وفي رعاية الله اشتركوا في القناة